بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جايب لكم النهاردة في الأفكار الرياضية الجديدة سؤال الولاد دايما يغلط فيه ويقول لك نحتاج للعمود علشان نحلل وهي مش محتاجة وأسئلك تيجي في نمازج الامتحانات زي نمازج الكتاب المدرسي والولاد بيفتكر ان الهدف منها التحليل بالعمود ولكن هي نقدر نجيب الإجابة بمجرد النظر بتتكلم على إيه مستر حامد على إيجاد العين ميم ألف والميم ميم ألف بمجرد النظر طب قل لنا نجيبها إزاي بمجرد النظر تعال وانا علمك بيقول لي وجد عين ألف ليه العددين اللي اتنين والاربعة الولد اللي بيبقى خواف قوي يقول لك أنا عايز أعمل عمودين بالمسطرة وحلل وجيب العين ميم ألف أقول له تبص كده للطريقة بتع مستر حامد نعمل إيه نسأل الكبير من الكبير اللي أربعة هنسألها سؤال صغير هو أنت يا ربعة تنفع تقبل الإسم على الاتنين قالت آه لإن اتنين في اتنين باربعة أقول لها شكراً بدأ من الأربعة إبلت الإسم على الاتنين وعمه بيسأل على العين ميم ألف خد الزغير تبقى الإجابة تنين خلصت المسألة من غير ما تحلل والحاجة طب لو نفس السؤال يا مستر بس عمه عايز ميم ميم ألف نعمل إيه نسأل الكبير هو أنت يا ربعة تقبل علين قالت آه طالما قالت آه وبيسأل على الميم خد الكبير تبقى الإجابة أربعة يبقى دايماً العين ميم ألف بنختار له الأصغر في حالة قابلية الإسم والميم ميم ألف بنختار الإجابة القبرى في حالة قبول الإسم طب واحدة كمان عين ميم ألف للستة والثلاثة نعمل دير عالكبير ونسألها هو أنت يا ستة تقبلع الثلاثة قالت آه طب تلمأ في العين ناخد الصغير يبقى الإجابة ثلاثة طيب واحدة تانية ميم ميم ألف للعشرة والثلاثنين نعمل دير عالكبير هو أنت يا عشرة تقبلع الثلاثنين قالت آه طالما آه في الميم ميم ألف خد الكبير تبقى الإجابة عشرة طب تعالى بقى لدي لو الثمانية والستة هنسأل مين نسأل الكبير هو أنت يا تمانية تقبل الإسم على ستة قالت لا آه طالما قالت لأ في الحاجات الخفيفة دي تلاقي جايب لك السؤال اختر نعمل إيه أقول لك حاجة ظريفة قوي لو كانت التمانية قبلت على الستة في العين كنت خدت مين أقول له كنت خدت الصغير يبقى أنت بتبحث عن مين على الزغير اللي يقبلوا عليهم ما لتنين عارفين برنامج من سيربح المليون آه نعمل لك وسيلة مساعدة فيم الوسائل المساعدة نحزف إيجابتين طالما العين يبقى أنت بتبحث عن الصغير يبقى كل الأكبر من الستة والتمانية تستبعدوا يبقى دي مستبعدة ودي مستبعدة يبقى الإجابة يدي يدي طب أعرف إزاي نشوف الستة والتمانية يقبلوا على الاتنين سوى ولا يقبلوا على الاربعة سوى الستة تقبل على الاتنين والتمانية تقبل على الاتنين يبقى دي نجحت طب نختبر الاربعة الستة ما بتقبلش على الاربعة يبقى دي فشلت يبقى الإجابة بمجرد النظر شفتوا الجمال من غير محلل ولا تعب نفسي حزفنا إجابتين في العين احزف القبار وفي الاختيارين البقين شوف العددين يقبلوا على مين ومين نجي الأخر واحدة ميم ميم ألف للعددين أربعة وسبعة نمشي بطريقتنا نعمل دايرة على السبعة هو أنت يا سبعة تقبل على الأربعة الاسم قالت لا ما قبلش يقوم مستر حمد يقول إيه طب افرد إنها إبلت لو كانت إبلت كنت خدت مين في المين أقول له كنت خدت كبيرة السبعة يبقى احنا هنا بنبحث عن الكبار يبقى الإجابة مين في الاختيارات يدي يدي طب دي مرفوضة ليه لأنها صغيرة طب دي مرفوضة ليه لأن السبعة ما قبلتش على الأربعة تمام حزفنا إجابتين في برنامج من سيربح المليون طب نعرف الإجابة دي والذي يا ترى ناخد منهم العدد اللي يقبل على الأربعة ويقبل على السبعة اللي 14 تقبل على السبعة ما تقبلش على الأربعة يبقى ناس تبعيدها الـ 28 تقبل على الأربعة وتقبل على السبعة يبقى هي الاختيار الصحيح يبقى المستر كده علمك تجيب العين ميم ألف والجيب الميم ميم ألف بمجرد النظر وبالطرق بالطرق العقلية بدون الاحتياج لعمود التحليل كل ده في أسئلة الإكمال والاختيار الحاجات الأقل من عشرة لكن الأعداد الكبيرة 24 و 36 و 48 و حاجات من دي لا حلل بالعمود علشان تضمن الدرجة يارب تكون الفكرة الرياضية عجبكو يا أولاد صالح دعواتكم تقبلوا تحياتي مستر حامد البيومي